يقول يعني ما هو فضل التقوى و كيف يكون الإنسان من المتقين يا ريان بارك الله فيك التقوى شأنها عظيم التقوى شأنها عظيم و لذلك الله عز وجل أمر بتقوى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و الأنبياء كان يأمرون أقواما بتقوى الله عز وجل و الله جل وعلا وصيته للأولين و الآخرين هي التقوى سبحانه و تعالى و لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و إياكم أن اتقوا الله و بين جل وعلا يعني آثار التقوى قال جل وعلا و من يتق الله يجعل له مخرج و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتق الله عز وجل يجعل الله عز وجل له نور نور و برهان يميز فيه بين الظلام و النور و بين الحق و الباطل و بين الصح و الخطأ التقوى طي ما هي التقوى التقوى أن تجعل بينك و بين نار الله و قايا بفعل أوامره و اجتناب نواهي و لذلك يقول بعض السلف تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله و أن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله قال بعض العلماء يقول التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك و أن لا يجدك حيث نهاك هذه التقوى أن تكون دائما وقاف عند حدود الله مقيم للفرائض و الواجبات و مجانب للمعاصي و المحرمات و هذه التقوى التقوى من الوقاية يقول عمر بن الخطاب سأل أحد الصحابة ما معنى التقوى قال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك و حجر ماذا تفعل قال أشمر و أتقي قال كذلك التقوى يعني تجتنب المعاصي تجتنب المنهيات و لذلك تقوى الله بارك الله فيك تنال أولا بمعرفة أن التقوى واجبة تقوى الله واجب ثاني أن تعلم بأن جميع العبادات و الطاعات مصدرها تقوى الله أنت لما تصلي يا ريان تصلي لأنك مراقب لله متقي سبحانه وتعالى كذلك الصيام و الزكاة و الحج و بر الوالدين و بقية العبادات لما تجتنب معصية الله عز وجل أنت متقي لله لماذا لأنك أنت راقبت الله عز وجل فاتقيته و ابتعت عن المحرمات لذلك هكذا التقوى ولا شك بأن العلم الشرعي سبب عظيم يورث الإنسان الخشي والتقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك مصاحبة الأخيار مصاحبة الأخيار الصالحين تجعل الإنسان يعيش في بيئة نظيفة و يستضل في ظلال من الخير لأن دائما سبحان الله الإنسان إذا صاحب الأخيار تجد بأن يكون له رغبة في الخير و نشاط نشاط في الطاعة و العبادة بخلاف مصاحبة الأشرار فإنها تورث قسوة و العياذ بالله و جسارة و شجاعة على معصية الله سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى يجعلنا و إياكم من المتقين